اشتركوا في القناة 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 انا اي واحد قادر انه يتزوج وعارف انه عايكون مسؤول وعارف انه معي ضياش ديكبت الناس وعارف انه كيف يفرق ما بين الغلاصي وما بين الزواج حيث فرق كبير اذا الجوج من صاحبين مش يموجوج من جوجين الا كان عنده هاد الفاهم شنه هو الجواج يتزوج الله يسهله ليزا ما مش انه عدود انا ما انا بغي ليه الخير باقل عليك بانه ولا كان يتزوج باش يطلق من البعد اكيد لاش حي الزواج تهواره خستك تعرف شنه مع منه تزوج كيفاش تزوج واش قادر عندك النفس الطاويل واش قادر تصعب ديك الفكرة ديك انك تعيش مع واحد شخص خور يوميا هتصبر لي بسلبياته ويجابياته ويصبر لي وغير الزواج شي حاجة وكتبقاش نعيش بوحدك رأسك تدير بيه اللي بغيتي لا رأي معك واحد شخص بحال طونه بيريك ماك ارك مسؤول على الروح دياله وعلى السلامة دياله مهدي انخلي والزواج عطار واندوزول معقول قول لي الكاميرا الخافية قول اخوي عاني اندي ردينه اه خد راحشك اكل شي ديالك قول لي مهدي كاميرا خافية كان الناس خداوا عليك نظرة خيبة قلوا بللي احسيت بركاتي في الشهر احسيت تقرأ عليها خليت الناس خداوا عليك واحد من نظرة قلوا بلليك نظرة خيبة وقالوا بللي كذبتش عليهم ومتحكش على المغاربة كاملة وانا نعرفه الحقيقة من عندك واحد كاميرا خافية مو فبراكة مو فبراكة اه ولا ماشي مو فبراكة اه وانت شنوجاتك مو فبراكة حقيقة لا انت بعد لا مكنتفرش مو كتتفرش واش كتتسول ولكن ضروري اختيت نسول لا ودب انت قدر لقيت وقت في انتقرر رأي الناس وما لقيتش وقت في التفرش باش تعرف رأي الناس خسيت انت تكون واحدة الرأي ديالك حتتسولني ولكن كما كونتش الرأي ديالك كونتش عن طريق كومون طيرات بحالة قلتش مو الحانود غادي تاخدوا عندو الخبز ولا البيمو ولا جو سيبان من دوزوش اشار تاخدوا عندو شي سلعة مو الحانود تبشي اي طلقة مهجوش يقول لاذاك مو الحانود ركيب اذاك شي بريمي انت كونتش اللي وحد نظره ما بتيش تقدم لعندو سيئر عندو جرب سلعتو وشده وقلبه وعرفه وش زويره ومزويره خد واحد الحكم ديالك وزيدي عليه الحكم ديالناس عادي خسك تسولني اللي بغيت يجبولي يا بللي ان الكاميرا خفية لا انا بقي ما جاوبتكش او كتسمي نجاوب انا بقي معك انت وش شفتي ولا ما شفتيش حيث ليش شفتي عن نقش معك بزاف تلحويج عادة نجاوبك على سؤالك شفتي كاميرا خفية اوكي هنا حلقة ليجلتك مو فبراك جميع الحلقات تلاتين حلقة كلها تلاتين حلقة مو فبراك ميعطينيش حلقة ماش نقش معك ديك الحلقة ممكش نقش معك تلاتين حلقة ولكن سمح لي دابا اغتجوبني انتغي على الكاميرا خفية حيث انت بدتيك اتهرب من سؤالين لا الله ما كنت هرب تقبيه تقبيه اني عن جوبك كنت ادوي عن السنة الماضية في رمضان كاميرا خفية لي كنت اتجاب السنة؟ لابانا كنت وعي السنة الماضية. اوكي. كنحدد انا في السنة الماضية اوكي. في السنة شمه؟ مش ماضية حافية. خلية نخلي موضوع خلية السنة هادي ما نعضروش علاق نعضرو ايسة اله الماضية. سير قول. قول. واش من فبرك او ولا? والسنة اللي قبل منا؟ عينش بالعمليفات بهمك اصلا؟ ضراري العمليفات. لا وصح بالعمليفات احنا كانوا اشياء ملي ما بغيت. كانوا ناس بلس كانوا ناس مرضوا الناس ماتوا، الناس المساكنة اللي مخدموش، الناس اللي عاشوا الفقر المدقى، الناس اللي تحرموا من والديهم بسبب كورونا، تشي كامل، تخليوا ونحضروا الى وش كاميرا، مفتراكة، ولا مش مال. ولكن الناس كيتفرجوا فيها؟ لازم لكي هذ المواضع كيهموك كتر من الحالة الإنسانية، لكي ننقش لها جزيما. هذ المواضع الإنسانية والاجتماعية اللي يدارش عالها، كين برنامج دياله بخاص؟ ها انت صعب، انت عادي الكاميرا كاش، انت البرنامج اسميته؟ ما وراء السنة الماضية، مش ما وراء الكواليد. مرشو السؤال ديالنا خيمهدي، واشك غيرت جوبني؟ انا معاك انا را نعذبك انا را نقام معك مبينة، شو؟ واشك تعدمني؟ انا نعذبك، واشك تعدمني؟ انا بصيفتي شكور. بصيفتي كنت هيا شاركتي في الكاميرا الخافية ديال سنة الماضية. شنودرش فيها الدور ديالي؟ كنت كاش قدم، وكنش كاتم، لا اسمح ليها؟ لا، لا، اللي خدم في واحدة راديو، ولا اسمح ليها، اسمح ليها، قدمتي حلقة وشاركتي وشاركتي، متأكد، انا عمّر تبدي، شاركتي، والفنان اللي شاركتي معاهم. انا واقع، ما عرفش دول ديالي، بانسو. هل لعب شي معهم قبل ما تشارك في الكاميرا الخفية؟ لا 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 أعطيني شي فنان اللعبت معهم أنا نجاوبك على حاجة حاجة نخليه وتسوقك لا لا ما نخليه وتسوقك أول حاجة مش أني قدمت البرنامج دي الكاميرا كاشي العملي فات قدموا واحد سيد اسميته علاء اللي كان وجهه لي التحية من عندك هو اللي قدم 30 حلقة أنا كتبت 30 حلقة شاركت في الكتابة قالوا غنات دور ديالي كان كان لعب واحد لغون اللي كان نستفز فيه الضيف والضيف اللي كان نعرفهم أنا صورت غير بعطاش الحلقة من وسط 30 حلقة عجل ما صورت الحلقة تلاخرين حتى ديك الفنانك كان نعرفهم قالوا غ مقداش نتواجه معهم قالوا زاب بيت دوك الحلقات قالوا الفنان اللي عمري تلقيت معهم عمري كان نعرفهم رح نامل ما كتعرف الدومين رم كان نكونوش مرايحين في برطمة واحدة ولا كانت قهوه في قابة واحدة راتبرك الله رات دومين عامر هسابي رم كانش نعرف كل شي ممكن نعرفه من خلال اليوتيوب ممكن نعرفهم خلال انتيرفيوم خلال عمل من كشخص ما كان نعرفوش وأنا بدي سبيل الفنان اللي كان عرفهم هم اللي مشاركش في الحلقات ديال معلوم كتفرش شي هتعرفني أنا ملعبش في 30 حلقة أصلا أنا اختاري تلعب في ذوك الحلقات اللي بغي مهم ما كان عرفش من الفنان لكن السؤال ديالي انك كان موجه ليك واضح واش الكاميرا كاشي مفبراكة ولا مفبراكة صافي بغيت أهو لله أنا لطاج ديالي كان كتب بفكرة ديال المقلب وكان أعطيها المخرج والمونتيج العنفات كان لطاج ديالي التانية هي أني نطيح الفنانة في المقلب على لغة الكوتي ديال وش عارفو لو ما عارفش هذك المسائل عندها علاقة بالمونتيج بالمخرج عم عمرها نكون عارفها أنا من الإحساس ديالي اللي كتك حضروا في التغناج ما بقليتش واحد عارف زعمها أنا بنسبالي والواحد اللي كان نظن أنا كتكتر تسوله هو ذك اللي داروها بي هذك ولي عارف وش عارف ولا ما عارفش وشمتي كتخلي منتو ما ذاك اللي دارت بي اللي في غيمه ولي وش عارف ولا ما عارف يكتجيب واحد داره بي وشمتي؟ عصبت يا أخو يا ما دي مسؤال ديالي لا 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 حدب أنا هذك القاناة ديالي وش عصبت لي مسؤال ديالي قدر نسحبه لا لا كان نسحبه كان اللي كعاني هو أنا كما تفرجتيش وحسيتك بحالة أنت غايش بتي واحد لعيبه ومعطيتينيش قيمة مش سوى طيح وش عمتي؟ مش سوى ده الكاميرا الخفيف مغريب طيح بزيار ما عنديش مشكي لحبيبه أنا مأكد لعيطونك بتي تجري لا تخدم فيها تكفية 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 لا سمح لي لا سمح لي لا سمح لي والله ما كان لحسو الكابة لا دبنا كان لحسو الكابة لا ما شعلك انتا سمح لي ما شعلك انتا لا ما شعلك انتا ولكن موضوع آخر خلينا في الموضوع ديالنا لا احنا بكر خليت الحلقة تشو كاميرا كاشي فلنسئولتي أنا كيعيطولي واحد شركة انتاج كنت نكتب الأفكار اللي كتب اللي أنا زوينة كنت تناقش كنت تختارح على القناة صافي وكنت تبدأ تصوير دي خدمتي أنا فريق الإعداد فهمتي العاملي فات كتفريق الإعداد وشاركتي حلاقات اللي طيحت فيهم الفنانة بحالة قلتي مدير ديال دي القناة ديالكم قل لي فلان صافا باخير وينك جيت طيح لينا فلان تكعي تعصبو فهمتي وشوية الضحك والتقشاب واللعيبات قلت لي مرحبا عنجي عنت تفهم معي على التامل اللي عنت خلص بي أنا سوقي هدا عارف ولا ما عارفش باش عان عارفة نوش كنعلم الغيب أنا عنجي عاصبك ونمشي وش فهمتي ش بنقول لي فهمتك أنا هدا والعطاج ديالي العمال كيكونوا مكلفين بي بزاف الناس قالوا غولك تي دكي هتجيب دوك الناس اللي يفغيموا عندهم موما الجاوب فهمتي وذك اللي دارت بي أنا كنت دارت بي لا أنا كنت دارت بي بحاجة بالعامل فاتجاة أنا لداروها بي واتسألوني والله تعاني نجوبكوش بالصح وقسموه بي لأشان نتقلد نور مدانات أنا مدارش بي أنا ندرتها بي لغما يمكنش أنا مدار نعيط لبنا دم ونقول ليه مش تخصوص ديالي أنا اللي نعيط لي معنا لي كنقول لك إحساسي والرأي ديالي بخلال التصوير والتغناج ما كيبنا دم ما عارفش مستوى طائح مستوى طالة هذي أذواق أنا معمولة هنحكم على العامل واش طائح ولا ما طائح أنت من حقك تحكم من أنت كصحفي يخسر رأي ديك كن محايد ما شونت؟ أنا بنسبالي بنسبالي يخسر رأي ديك محايد مخصب لي لا مستوى طائح لا مستوى طالة حيث فهمت أنت ما كتعبرش رجع عندك شيئة لا كتعبره ولكن سمح لي ولكن بعد اخترت الصراحة كتكون فوق كل شيء أصف المحكامة هذي كنت تجي لا لا كتكون حتى في الحياة الشخصية ديالك يعني رأى أقل أبسط حاجة أنه وقع لك مع الزوجة ديالك إخوان أنا كان عارق حيث أنا غلاضيت مش هي حد تشتريزك كوبة الزيت أو كليناكس لا هو كليناكس تكوبة على كليناكس لا لا أخلي قول مهدي كتف تجربة كتف الخلية ديال راشي تشوف خلية الكتاب عود لينا على تجربة هذي قلت يا بطريقة رومانسية دمان حنين عجبك برنامج رشيد شو عجبك لا رشيد شو عجبك ما كنتفرج عن تكتفرج كيفاش كنتفرج وكتعرف لي دبا بغيت نعرف غير واحد الحاجة كنتهرب هذي بغيت نعرف غير واحد الحاجة عندك لي بيرو تكتحول أهلا كنتتشرب من الأسئلة ديالك اش ما السؤال سولت كان عارفو أنها كنتشتغل فراشيتشو عدارة مش سؤال سوتك عالجرب اه را كنتشتغل فراشيتشو دخلتنا أستقرم دينا تعملين في نشتغر نبقى نسنتي السؤال ديالي وسمعتيه مزيان كتير غادي تجو سير رفس القول قلت لك عود لينا على الجريبة ديالك مع راشيد شو بحكم أنك كتير جريبة جميلة خليات الكتابة جريبة جميلة جدا شنو السافتي منها؟ السافت منها أنها تجريبة زويرة كنت تحفظ في الأجوبة ديالك؟ آه كنت تحفظ وكان إيقاريزي سمعت بالليل مشاكل ديالك عندك مشاكل كتير مع راشيد لعلالي خصوصا متعلق ب راشيد لعلالي؟ راشيد لعلالي آه لي هو راشيد شو بزيد كمل لاحظ حبي يدو السؤال خور؟ لا متعلق ب فلوس لا بقى مشخلصيش لا بالعكس مخلص كل شي قال لي كونت رات عندي شعال خدمت مع جمه واسم ونص لا لا تخلص فيهم كعني بالعكس راشيد شو مخدش مع غي راشيد شو من الناس اللي بغيمو عمرين سخيرو والخدمة مع زوينا ودخلت لدارو وفهمتي ودووزنا شي حويجو أكبر الخدمة كان خرجو وكان دورو وصافرنا ولعبنا دي سبكتاكل برا كازا قالو غا دك السيدان عمرين سخيرو مادمين برا كنشكرو حيث بغيمو راشيد شو عطاني واحد فرصة لي ما أعطاش لك أي واحد حيث بغيمو راو من البرمج اللي ناجحين في المغرب قالو غا وباقي على تواصول زعمارة باقي دي ليا أبوني وباقي دي ليا أبوني وكان دوي وديما وغايمو زعم ما دك السيد بالضبط يعيط لي يا دبا في أي حاجة نخدم معه ما حيث ما كمتش معا لي دورو فين ماشي معه واحد مع شركة الانتاج ما عندي ما عنديش معه مشكلة ومعديش مشكلة مع شركة الانتاج غايم ما تفهمناش في واحد العيبات وكان جاتني يخدم أخرى علاش العيبات عطاني قبل فلوس غايدين الوقت غايدين الوقت هما بغوني كنا مزيّرين شوية غايمين مقام عام يوميا وانا كتشد بروجيات خرين قالو غايم ما بقاش عندي الوقت باش نخدم معهم واعتقدرت واحد بريود حتى أنا دم غايم كل مرة نجرب بروجيات جديدة قالو هذا العام اشتغلت كاميرا كاششو اشتغلت ثلاثين حلقة مع حنان فادلي قالو غاعدوز في الأولى ان شاء الله مورا رمدان اللي اشتغل باني نشتغل مع حنان فادلي اللي تجربة جديدة وبنسبة لي جربت راشيد العلالي من حقي اني نخد واحد جربة جديدة مشترى نستافد وستفيد اللي تزاد وصادقتي مع راشيد رابقك هنا يعني ما عندك تشي مشكل مع راشيد العلالي بالضبط كنقول لك يعني ما عندك تشي مشكلة حدك سيد عزالية وكشخص كبرنامج خدمة بوحدة وكشخص عزالية إنسان معقول مدام خدمت مع عامي ونص إلا هو الحمد لله مش شي إنسان معقول إنساني عشان قول لك ما كيشوفك واحد موهبة وكيك تعجبوه الخدمة ديالك وذلك الشيرا ما يدركش عمرو ما فكر يستغل لك اللي ما عنده مش قيلة أصلا فاش هيستغني كان كتب لي فقرات البرنامج كي يخلصني مش يوه شركة الإنتاج فاش هيستغني زعمه ما عنده فاش يستغني ما كنظرش فاش هيستغني فأنتي مدام هو عيت لي إلا هو باغيني في شي حاجة ومدام أنا خدمت معي شوفه ما كيش واحد كي يدير فيك خير ما كين واحد النوع اللي كي يحلك واحد الباب كي يعطيك واحد الفرصة ما باش يدير فيك خير وأنك تكون محتاج الفلوس وما خدمت معه يعطيك كان اعتبره أن هذا صداقة وخير ما كتعطيه واحد السيرفيس ومقابل واحد المبلغ مالي هديره خدمة على لغة كنقولك أنا في الكوط الإنسان يا رشيل علالي يا سلام في الخدمة بي خير زي ما عمري لقيت معا شي مشكل اللي كان ضحقو وكان تعصبو كده وكان تعصبوش على بضياتنا على الخدمة فهمتي كانت قاكله باش الحلقة تخرج زوينة اللي ورا كي تكون واحد المضاربة فنية اللي في الطبلة ما شيف فيه ولا فيه إلا هادي قصة تحيد هادي قصة تبقى اللي وغة شي أنا كنظن أنه صحي أسمح لي يام هدي على السؤال أه مسامح لك أخوي شي معيورة ولكن الناس أخويك يقولوا لك حامض شنو شبويش يقول لي أنا حامض الله وشاكر وحبي حامض بالضب حامض الله وشاكر لا وكي الحمد ورا بالدال شكي يقولوا حامض حامض شنية حامض أما ما كيشبوني فاكيات الحامض يعني ما كدوش ما عنديش مشكلة أنا بالعكس شارك باليا أنا بغين نقول لي هم دوماج أننا تسيجيب واحد حامض عنده في البرنامج دياله لا كيقولوا الناس كيقولوا الناس أنا يشرفني أنك تكون حاضر معي في القلاط لأ ولا ما يشرفني عنك تجيب واحد حامض لا هذا coaches ما اقلش أنا مقولش أنك حامض هذا هو الجواب دياله أنا مقولش أنك حامض هذا هو الجواب ما تحسرباش علي شو؟ أنا ما عندك حامد ما حامد حتي ما كدرنيش حتى أنا كينجو حدي كيجوني حامدين وبعد المرة كيجوني ما حامدين شو عمتي حتى حامد هيك الممات كعيش وعمتي هي أدواك صافي أنا ما كان مبغيش هادلعي بقى مش يكون شي عايد تافق على شهر وخان مش يكون شي عايد تافق على كده مع العلم أنا لا أقارن بشي وكي أنا كنقول لك ما كيش شي واحد شاف طنوبيلات أنا بغي ناخده بالطنوبيل ملقيت شي واحد تافق لي على طنوبيل كل واحد عنده رأي ديال وهذه كوية زوينة كوية خيبة تافقوا على المغاربة البغريال ما كيتافقوش علىها صحيح يرى الشباكية ما كيتافقوش علىها كيقول لك لما تاخدهش معده أخده معده هذا قال له هذا رأيي قال له غا ما يمكن شي واحد يتافق على ديالة صاحبه ممكن تتافقوش على له فهمتي؟ وما ما شي عادية تقول يا الله تقرص ديالة تقول لك غير فكرة ديالة أنك تتافق على شخص رمكينة أعطيني شي شخص متافقين عليه الناس كابني في أي مجال قال له الأطباء كنتسمع ذلك الجينيكو مزيان جينيكو عيان فهمتي ذلك المهنديس زويل ذلك المهنديس خيبة باكي شي واحد نتافق على شي واحد قال له غصافي يقوله حامد قاعد نصد الأنستغرام نصده ما مقاش ندير الدعمين ما عندي مشكلة سعب الشيطرة قال فلوس داخلها فلوس داخلها بعد الله سبحانه وتعالى قال له داخلها من هنا ندخل من هنا ندخل من هنا في المشكلة يتحللوا ربعين ألف باب فين ما حد ربيع عطك الصحة وعطك الروح الحمد لله طيح في فراش مشاتلك الصحة ديك حاجة أخرى ديك السعره ما ينفعكش قولينه السنادق في المارشو وما عنديش المشكلة قلينه السنادق في المارشو وما عنديش المشكلة لا قاس Curtis مانبتش العلاة قمال ح ml درجH قرأت الحمد لله درج توجه في المصرح tap ودركت حاجة أخرى اللي الناس ما عارفينش هو عني خدمت variosナnen ما أفrd إ kwaksh معاش نقول لك اسم manureึ jur another كارت ميره مبقاش دبان هاني نقوله ولا ما نقوله خد الرحش ميدي التيل من كارتة حمرة انا رشي ربع سنة وانا كنبيع في لي كارت انا وكو ميديين خريج بلا ما نقول اسمياته خدمت في قهوة خدمت في قهوة في عين الشق في ميلازو اسمتها ميلازو قدام الولاية دي العين الشق انا معروفة تكون عارفة هادي خدمت فيها كان صيفها الفطورات كان فيها معرب عادي الصباح كان مشي القهوة كان عصر الليمون كان صيب الفطور تل تناش تناش كان خرج من قهوة كان شطوبيس كان هبط نبيع لي كارت في المدينة الناس هبطي المدينة هبطي بالميكرو هبطي المدينة القديمة ولا اخماسي ولا كافي فرنس سنتر في لوسط يقوله ما دي بليش فهمتها يقول كارا كانت يخدم معانا سانوات خدمت معانا دي العين بصفل ماشي احد محتاج الفلوس لا رأنا الوالي ديالي الحمد لله راجو غناليس في الرباط كبارت الله شطا قاعد ديالو الوالي ديالي في السنكتي في الراديو ولكن انت حبيتي انك تحتاج الوالي ديالي اعلامي ويعني الحمد لله ما محتاجينج مئة انا اختي نخرج نتحك نعرف الوقت شنو كينا وخرج نخدم حبا التعرف على الحياة وصال مهدي خويا مهدي خويا كانت يخبار على طاليس ما عرفش كانت يخبار علي مشكل الفلوس وش باقي مشكل متأكد مهدي خويا شوف انت شاركت في الستانداب اه حق هذا بش خرجت بخرجة المشكلة وقع لك مع طاليس خرجت بخرجة فيديو واقع التواصل الاجتماعي مو رامد في الستانداب مو رامد في الفيديو. عندما رجعت إلى الانتربيو ورأة دويت على الموضوع بما فيه الكفاية. وذلك الموضوع تطوى. طالس تجريبة فيها إيجابية كما فيها السلبيات. ولكن فيها السلبيات. كيف حال ما فيها إيجابية؟ بغت ناظر من نفسك. لا يوجد شيء فيها السلبيات. أي حاجة فيها. أنا أعرف وشنوقة. ما كيش حاجة كالتعلم مفابور. راح نبدأ القراية دينا تعلمنا بالأسف. كيف حارت عالك؟ لا لا وشأنا أرض الزراعية حارت عاليها. في نظره هو قدر. عندما كنت تدوي مع واحد عنده 28 عام. كنت تناقش معي موضوع مع واحد كنت عنده 25 عام. وش فرمتي؟ لو غرار العقل تبدل. ليس نفس الشخص تدوي معي. ليس نفس الجاوة. ليس باقي نفس المبادئ الحمد لله. ليس نفس الأجوبة. لذلك السيد كيف ما خديت معنده الخيب كيف ما خديت معنده الزوين. الزوين تحكيت معه بسبابه كان كتب وخدم في الكتبات. حيث هو كان يأتي منه يومياً الصباح كنت كتبوا لي كونسيبت وكذلك. وستخدمت منه الإجاب. الحمد لله رب رز الخير مخبيه لي. كنت أقول لك أنا دعبة في عقل دي 28 عام. كنت شاب متهور. ففهمتي بغض نادر تعلمت واحد الحاجة أنه أخي أديك شي واحد ما شي ضروري. ما شي ضروري تقول إنسان يخدم على رأسه ويسامح في حقه وصافي ما عندك ما تدير. إلا كان عندك شي حاجة تقدر تتبعها قانونياً. ما كانوش عندي كيف يشتبع قانونياً ربيكين. ما فهمتي؟ كانو معك بعقل دي داره. يعني انت في ذيك البريود يعني. بعد العقل كو كدابه ما كش هنخرج كتبش الحلة معاويد ديان وخاي يكون هو غالط فيه وانت صالحه. ومعنديش مشكلة. كان معكم كان عندك شي عقد معه؟ بيانسوك كنت راديل خمس سنين. سهلات تاب الحمد لله. وهم العقد يعني ما فكرش في العقد وما بغاش عتك في الوسك. ما عندك ما تدير. ما عندك ما تدير وما شوف أنا في ذيك الوقيتها ما عنديش جهة ديل أني نتبعه قانونياً. وانا بسبلية طاليس الخلاص ديالي معا هو ذك ثلاث سنين ونص اللي خدمت معا. أعلمت معا بزافة الحويج. وحيط أنا إنسان ناضج دابة وكنعرف بينوبي الله. أي واحد يكون غالط فيها كان اعتذر لي وكان قولي اسمح ليها. وممكن توا يعتذر ليها ممكن ما يعتذرش ليها. كان قولي أنا تعلمت منه كتر ما تتضررت منه. حتى في الأخير كان نكتشفت أنا الفلوس أنا مشي شي حاجة. ففهمتي؟ لكن ضروري. كان دوي معا كدبه بدل أنا رأى إنسان مسؤول. الحمد لله جي عندي ولد. الحمد لله إنسان مجوج. صحفي عندي علاقتي زويلة بينوبي الله. كان صلي. صحفي وليت كان سامع في هذه اللعبات. ففهمتي تالين. مثلما رأى كيد الله اللي كي اللي وكي دي العدل. وليش دي المنظومة دي العدل. القانون آه كي نمي القانون شوية غالي. ففهمتي؟ في ذيك الوقتها ما نقدرش. ميدا بلا تراشي مش كنا نمشي في مسائل القانونية بدون أي كلام. وش طالي سولي بينك؟ أولي بينني. نوعا ما آه. هو اللي بينني نوعا ما. في ذيك الوقتها آه بينني فش حم هاجة. وش بزاف وكن بينني بنت في إمواجي. في ليفاي اللي كتكنك سمعه. بنت فش حم هاجة زمان. خياشوف عن قرش دك شي آه بينني فش حم هاجة. أرجع لسؤال ديالي. مين اللي بيني الجمهور وستاندب؟ أرجع لسؤال ديالي. وعندو علاقة بستاندب. الخرج اللي خرجشي في فيديو كتو ظر على طاليس. فيديو خرجشي بمونا مشاركشي استاندب. أمور الفينال والواقعة وقعاش قبل ما تشارك ستانداب علش أخليتي الفيديو تادسي الفينال عدا باش خرجتي فيديو ما خرجتيش قبل ما تشارك واش حيث مكانك يعرف كتاشي واحد إلا خرجتي قبل ما تشارك ستانداب يعني ما غادي دافك كتاشي واحد تسنيتي حتدو ستانداب وتمشي مزيان وتوصل الفينال ولي عندك جمهور ما تخرج بدك الفيديو هذه تطلونسة وغايدين البوز وكل شي غا يهضر عليك واش هدول هدف اللي كان عندك من هاد الفيديو هادا مورا ستانداب لما واش خرجت مورا باش نبوزي باش تبوزي وبالعكس كان نخرج قبل ما ستانداب ونبوزي ممشي ستانداب ونكلم كان عرفك تشي واحد عارفوني ما سبب ذاك الفيديو شوف ذاك الفيديو شوف بغينا ولكرة هنا عدوية ومشاكل كي تشافو واش همتي؟ اوما كيني ناس دابط علي في تندنسة بسبب المشاكل واش همتي؟ انا مورا ستانداب الحمدلله خدام وكدا وبيخير وفينار انا مخرجش مورا ستانداب انا مخرجش مورا ستانداب بعم فهمتي؟ الوغا فرمدان عاد خرج با كان سبب كان العمال الدار اللي درت فيه تامارا ومعندي كونترا وكدا ومخلص فيه ولكن سميتي مدازتش في الجينيريب كنت حتفوه شي من العيبات من العمال كعاتني فهمتي؟ حيث انا شاب طائش ومتهور بشيت وفهمتي؟ ودم سخون وباقي وتسبعت ورق عطا عطا تفرق عطا فهمتي؟ ميديا بصا فيه بكتد بوزة صحبي العلم الجاي ان شاء الله فيه المشكلة ماذي اخويا؟ غنعطك اسماء؟ بيوتي؟ انا لا اعنطك اسماء بيوتي يا روحي؟ مش يا روح اما بيوتي؟ ممتحية الاسماء بيوتي؟ عندك أسماء دروعة الفنانين وقول يواش رأيك فيهم؟ وواشقدر تشارك معهم شي عامل فني؟ لا تجاحتلك الفرصة يالله سير حمزة الفيلالي يالله سير حمزة الفيلالي حمزة معا لاي كانت شفت oss бо تقول رأيك في symbol إليه ما تطورش بزر شفت devices عطيsي في حمزة الفيلالي يا سادق يا كمجال فني مجال شفت وقدة شغولي يا مجال وقدتم فى أحد العامل 건 يالله سير لگ هذا ما كميرا كالشي وخدمت معا في أموراجي ما نكتبش لك أزيزة ليدك السيدة بساف حمزة الفيلاني قدر نقول لك في الطوفولة في الرجولة في الإنسانية في كل شي وكيبغي يعاون فاهمتي علاقتي مع زوينة وما زال قدام عندي مع خدمي آخرين شاء الله ردوان أسر موح ردوان أسر موح سكيزو على الوفرتوت لا ردوان زوين ما مشي صاحبي ما عنديش علاقة مع وطيدة شحالة دي كتبشي دي عندهم عرض عليها عنوار خالية لعندهم في اسلة بدت معاهم بدحكنا كنا خدامين أنصم وصافي دي علاقتي بردوان عرض عليها تعشينا أنصم بدحكنا رحب بي بزاف زيما فاديك اليومين يدوس معاهم بل يانسان زوين زيما فاهمتي بغاة نظر علا كيخرج بواحد الخرجات أنا ما مشي ضدهم أنا بالعكس كيعجبني أنه كيدوي على الحق ديالناس وكذا وكذا ما هو كإنسان ردريويش بزاف وفنان فغير موديك شيلي كيلو حرز وين زيما مشي ضده عني آخر اسم وقلت يا جوج طاليس مو الشاب واللي عنده باطل صافي رأيك فيه طاليس يا جماعك شيعامال فني معه نخدم معه عندي ش مشكلة من سال هل لو أنا أصلا كتيبتayım حلقة فهروفظ وكاميرا كان الشيصورنا عنده حلقات تم نيفه بقهوديانه تجدوا ما اللعبت اللي.. يعني لاتجمعت شي معا في شامل فني بكيش مشكلة شكرا؟ عاديش مشكلة الخدمة هذه كلا طبعا عادي يعني ما عندكش مشكلة؟ خدمة نية صافية لا ماشي نية صافية ولا الإنسان ميخسوش يخلطنا بين الخدمة فهمتي؟ وفراسك هام وأخارا تلاقينا في واحد القهوة في المعارب فهمتي؟ وعادي زعما ببيس داست سلمش ولا بعضياش كومر لا مسلمناش ما إذا زود بك الشوفات يلا غدر لا لا لذي كنش stare يا لي اياك يزو عادي الشوفات وصاف ليبقى تسلمنا لهم motor ما يعانا شوف ألا اللعا ما كنتش في قلبي وزع ما كنتش firefight heal والأب الهالي وورا كبر مني فهمتي؟ وووات كبر مني وما وماكي ما نخدمش معا زمان لا يهمليش نخدم معه ولا جاة بتالفرصة مرحبا في مشي ضروري نخدم معه وأي سهل believers شيء يعمل نشوف من البعيد هو ناجح ونا بحمد الله ما يسترى يا الله ومشي دارون يخدموا معه مي كنقول لك أن الله يسهل علي جاءت الخدمة مرحبا مجاتش لها لا يجيبها ما واقفينش عالها زمن شيء بغن نقولك ممشي كان الحاس لي الكابة ولا لا قلت لك أن أقول لها لا نخدم معه مي لجاءت الخدمة مرحبا بها فهمها عنديش مشكل يعني أنا قصوا يفهمها أنا ما عنديش معه مشكل والله ما عندي معه إلا كان وعده معه مشكل كان عنده معه مشكل الله يسهل لي. كان عندي مشكل مادي. كعيد في واحد اللحظة. ما يدب انا ما كعيش. ممكن كعال ننقوش هذا الهدرة. حيث انا إنسان زمرا. ماشي مالا أكل. تسنى مني شي حالا. يعجبتين في الحلقة كتجي بس سلويات. كنتي شي حاجة زوينة بانت. ما يديش كونه اي حاجة زوينة يا الله. كونه القدوة ديالك في الكوميديا في المغرية؟ خياري. علاش الخيار؟ حيث كي عجبني. أستاذ ديالك. جوابك عدد بسانك صحيح. علاش الخياري. لأ إنسان يلا شوفك يقول يا ولدي. الخياري عزيزالي. دي ما كانت عيطان. ما كينصحني. كينيم بزاف لي قدوة ديالك من الخياري. فهمتي معت عزيزالي بزاف. كلمة أخيرة باش نصرفتوك عدد المدام ديالي قبل ما تبدين لنا شي حلقة بالزنقة. كلمة أخيرة يعني تبغيت نصح الشباب كوميديين. يلا صاعدين. كنصحكم حاجة واحدة. ما تجيوش عدد خينا. نصيحة بالقلب. هل جيوش يقول لك يقولوا عليك الجمهور حامر. ولكن دريويش دريويش. الله يسير على أي واحد. شوف أنا أي واحد كي يأمن بشي حاجة يديرها. وشكرا لكم حيجبتوني واستضفتوني. هذه أصلا شي حاجة زوينة. عادي أنك هذه خدمتك أنا ندار بونت طاحنه وندويه وندخل فيه وندخل فيه وندخل فيه وندخل فيه. بما في الأخيرة أنا دويت معك بصراحة وما خبيت عليك ولا. ولكن شي حاجة أحسنتي أني أني ما عرفتش اتقلت عليك ولا جراحتك ولا شيء. أنا كنت بسبونطاني ما عارش نوبيت لك. إنتي رأينا نتفرج الحلقة من يقول لا بك شنقول بحلوكا في يد العيبات. كنت بقاش أنا كنت بصراحة. أنا كنت بصراحة. أنا كنت ندور عقلي عارف شك نقول. ولكن ما كنت عبرهش وش خسني نقوله ولا ما خديش نقول. خسك الميزان. أنا كنت بسبونطاني. أنت عندك الميزان دليل. مستوى دليل مستوى. الله يسهل إليك. قد تكتبع الفارماز إنتي. بنشوف حلقة زوينة. قد يسهل إليك. عندك واحد كنت تستفز. أمتي. وخاك تسوي سؤال عادي. فكاد العيبة كنت تعصب. عنديش مشكلة للعيبة اللي قلتي لي. ما كعيش منك فوار. من القلب زعب ما. وما تعصبش غير. كان دوي بحرقة على واحد البروشيلي خدمت في عامين. وكان حسب مسؤولية اتجاهه. كان بغير الجمهور أنه يعجبوه. الحمدول لها دليل عمرا ناشحين شي حلقات بززاف. وما زال حلقات زوينين. حلقة راشد رافيق عشبات الناس. حلقة رابعة السقلية. كنشوف الكومونتيرات وكنشوف ردود الأفعال. كيكونوا بعض التطليعات. فهمتي بحال تيقولك تي و تي و تي. كينا التطليعات. من الناس اللي ما عافنش أن تي و تي و تي صورنا معه. ومورها بشهرين. من سنين التغنج دير حلقات كامعة. تسجلنا مع الجينيري. ولكن الناس ما عارفنش أن تي طايدين أن الجينيري. هو آخر حاجة كي تتصور. كينا حلقة في المستوى. كينا حلقة الإصابة. ما يمكنش تدير حلقة كل موارين. ما يعني حاجة واحدة اللي نقولك. أنا فغي مو كاميرا كاشي كندفع لها. فغي مو هناك نخدم فعام النيتي. كان نتقاتل باش نخرجوا فكرة بالإمكانية اللي عادنا. بالديكون اللي تعطانا. بدك شي اللي كين. فهمتي كان حاولوا نخرجوا. وكان البرنامج دير كاميرا كاشي. ما تبشيش ما تركش في المقلب بزاف. أركز في الجمالية دي المنظر. فغي مو كنحاولوا نبينو المغرب بوحد صورة اللي زوينة. أرى بشينا الداخلة. بشينا الإفران. بشينا الفاس. بشينا الأقشور. بشينا المارينة سمير. بشينا الشفشاون. أرى برنامج خمسين في المياه سياحي. أرى المقلبة رغي جدقائق للأخرين. أرى لا تفرطي في هذه الحلقة دير العام. أرى برنامج سياحي. أرى برنامجي بينو يدير دعاية دي المنينة. ويبينها التقاليد ديالها. فالأخرى مقلب صغير ولا. كنشكرك. مشاهدين الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة. كنشكره محدي بالعياشة اللي شرفنا في البلاطة وحضر معنا. وكنشكره أيضا التاقم التقني اللي صار على إنجاح هذه الحلقة. كنضرب لكم وعد آخر حلقة جديدة. وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.